مات الملك عاش الملك عملة الانتهازيين الجزائريين السلام عليكم احبابنا في كل رجال معمورة الزول في اللون من اللي بديت الامر هذا عندي زوج خطوط حمراء اني ما نجيش اعراض الناس وما نجيش ما نتكلمش على السيدات وماهما يكون العير الطاعي للشخص هذا ماهما يكون الشخص هذا وشي اسمه ولا شي يكون اكره الناس لي ما نتكلمش عليه لكن اليوم استثنائيا راح نتكلم على سيدة بكل احترام لكن رغم انه من قبل عندنا عليها كثير من الامور وصلونا من عند الاخوة ورغم انه الاخوة حتى زعفوا مني اني ما تكلمش على هاد الامور لكن جاوز شوية جاوزت الحد هاد المرة جاوزت الحد بمبدأ اخر يعني فكان لازم نتكلم عليها لكن بكل احترام مع احتراماتنا لها نتكلم عليها اسمه حليمي صحفية كمبيتيسيون ومنشة حصة جزيريوان اول ان احنا نزهم من جانبين يعني من جانبين بركة اول ان عندنا عامين ندركة وحنا نشوفه في محنت الشريف حناشي والحالة الصحية نتعوه ويبدو هكا ظاهر لعاية انه الشخص مريض الشخص مرض غلب كبر الشخص مرض كبر ومحنت حناشي تحبه والله تكرهه تفهم معه والله ما تفهمش معه لا تقدرش تنحيله النجوم اللي جابه هذا يعني بركة قاعدة يعني اللي ما يذكرش التسعينات كي كنا نسخفو على تيتر والجزير طالع علامة شخص جمعه شخص يقبق لي وتفهمش شخص ما سبقو لي امه انه حاول ما يقام ان احد منه يقام انه انه قيمته وعارفه ووهي يقوم به من عرض صحي وتقعد شخص معه كما انه خلصاني وتقعد شخص وتعملوا به هذا السننت واحدσيايا يا هضر هضرات عبالك ميشي غايدتني انه هضر على روراوة هضر على روراوة نرمال موت غايد كنتية لانه انا حسب معلوماتي حسب معلوماتي انه الحاجة روراوة كان مدايرك كي بنته حسب المعلومات اللي وصلتني اهضر انا ما نربيك انا عندي مانا انا ما نربيك موالو انا رح نهضر على محمد شنفحناشي لكن الحاجة محمد روراوة كان معاملك كي بنته كان يصفرك مع العباء كي يخلص المباراة يصفرك وننجدك قاعدة في بلدان الناس في افريقيا اللي على بالي تاني انك كنت يتدخل الدار وكنت تعتمد على علاقتك مع الزوجان تاعو بشي اخبار حصرية يعني يخلينا من الاخبار حصرية واحد برك داخلها دار وماكلها ملحو وتتعاملي بالتاريقة هادي المهمة انا موشيهم مني انا في حاج محمد روراوه حاج محمد روراوه مزال بعقله وكذا ويقدر يرضى على روحو هادي كان انا اللي غاططني في الحكاية السيد محنت شريف حناشي لانه حبينا ولا كرهنا اسطورة رغم اني رغم اني انا من المعارضين الكثير الناس هدو اللي تقعد 23 سنة في الحكم و23 سنة في الرئاسة وكذا لانهم قاعدين يوصلون لنا في رسالة انه انه مكان الشابيبة انه مكان الشابيبة قادرة تقوم بالشابيبة القبائل قاعدين يوصلنا في رسائل انه الناس تعملين 20 سنة و30 سنة مزالوا يرضعوا في الببران سما ما يقدروا يديروا والو هادي انا يا نزالي انه اكبر اكبر ربما مش اه ربما اكبر يشك يقدر العبد يديروا في حياته كما يعود مسير ولا يعود مدير ولا يعود مسؤول ما يكون لاش الجيل اللي جاي من بعد الجيل اللي رايح يشرف على الجاي من بعد هذه هي اكبر مشكلة يمكن تصرى ويمكن تضمر يمكن تضير مؤسسة ومش مؤسسة برك مؤسسة ودولة وتضمرها كلش وهذا هو الشي اللي قاعد يصرى في الجزائر قاعدين يقولون انه الشابيبة ما تقدرش تحكم هدري 30-40 سنة ما زالت رضع في الببرونت زلت صغير وهذا هو الشي اللي قاعدين اما انك العار كبير انه يتحط محنت الشريف الحناشي في الموضع ويسئلة كما ذلك ويعود يرد بردان شارع انا كنت تبيع في تيكيات وانا عندي BMW وحاكم الفاف وانا اللي منا وانا اللي منا ادي جاوبها ناس بزاف في ريزو سوشيول في الفيسبوك سألوك سؤال وانا اللي منا كان من اللحظة ثانية انك تجيبي لكني انا اعلى بالي انا واصلين اخبار حتى من داخل الحصان انك وليتي ما تكلميش على زلت شي انك كنت تهضر على المشاكل وتع الكوارث وانا اللي منا تهضر على المشاكل لماذا؟ لانه يبدو انك قاومتي 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 لكن بعد زومبيا في سبتمبر 2017 يوم ما عرضكش للعيد الكبير عرض غير تاع الهداف لما رحنا اللعبو لتم مباراة في زومبيا تأهيليات كاس العالم وما عرضكش للعيد الكبير وغادك الحال الانتية رغم انه جزائريين لتم عرضوك جزائريين عرضوك وقاموا بيك وكذا لكن انت غادك الحال وليتي ما كيش من اللي بريفيلوجي كنت من اللي بريفيلوجي يعني تعروا وروا اصبحت شوية لكار ولما روح زاد حاطك لكار مكنش حصريات مكنش كذا لكن يبدو انه من يوم النمسا يوم من مباراة النمسا تبدلت شوية الاحوال تبدلت شوية الاحوال وخاصة بعد ما السيد ربو حداد حكملك غرفة في الفندق ليكسياز ليكسياز وربك وكاين واحد جزائري من سعيدة كان قاعد وكاين قاعدة ينتي مع فاميلتك وتقولي لهم او ربو حداد كرالي شون برامليحة يبدو من انه ما ذاك اليوم والتي على قدر المستطاع حتى فريق الاعداد تاعك لما يقول لك يجيب لك امور وكذا وفي الاخير كان قاعدة يخرجها مع واحد من اساطير الكرة الجزائري الحية يعني اساطير تصير كرة الجزائري الحية ونعاود ونقولوا تتفاهم معها انا احيانا ديما الغالب وشي يغلب وشي ما يغلبش كاين الكاويرث كاين الكاويرث انا بالنسبة لي اغلب للكاريير لديه رغم انه كارييره كبيره الماضي ضد المنتخب الوطني غلب على الكاريير لديه كسبورتيف لا نستطيع أن نحترمه بالصحة محمد شريف حناشي العكس لا يدارك وارثة ويغفره ويغفره ويشفعه فلذلك الإهانة التي قامت بها محمد شريف حناشي أن أقعدته مع أحد ويقصله في الهضراء ويقصله في الهضراء يعني عيب عيب وعيب كبير والله إلا عيب كبير وطبعا الناس اللي من سنة ومنهم غير العيب بعد يومين يبعد زط شي سيارة ما كانش حتى في البرمجة يجيب محمد شريف هنا شي ويكرمه ويكرم محمد شنيف حراشي رغم أنها ما كانش في الحساب خلاص ما كانش في الحساب خلاص ومعناتها كما قال هالي واحد الأخ قال لي شكون اللي يمن باللي ميش مخدومة بينك وبين ضد شيء في الأمور هذي نقول لك أني قاعد ناظر باحترام لكني غايدني الحال على محمد شريف حناشي غايدني بزاف لأنه أنا عارف لكن نتمنى أبرك أنه الأولاد تقوموا به تسمى في هذا المجال يخليونا مع الوالد نتحهم نشوفوه ديما كبير ويخليوه في الدين البشر كما هدو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة